توركي قال الشيخ أعلن رسمياً النهاردة دخول السعودية عصر الدلع دلع نفسك يا عطو ده في حفلة عملته الإعلان الرسمي هيئة الترفيه اللي بيرقسها بقى توركي قال الشيخ بعد ما صحب هيئة الرياضة وبدأ الحفلة بتحية الملك وابن الملك عاش الملك للعالم والوطن والله لو لم أغني في حياتي إلا هذه اللحظات هكفتني ما أرد كان اسمه إيه ده عباد الجهر ده عباد الجهر غالباً عباد الجهر اللي أغني في حياتي ده عباد الجهر بداية الحفلة من حق الكبير يتدلع يبقالوا في الدلع ده توركي قال الشيخ طلب رسمياً بأن السعودية لازم تتدلع بقى ده فيس وغاد تالنت وين علي جابر نبغى نسخة سعودية يا علي إن شاء الله في المملكة العربية السعودية إن بيزيل الجميع لكل العرب وكل العالم بس دلعونا شوية دلعونا شوية بقى يا أخي أخي تخناءنا بقى يا أخي عايزين نتدلع شوية نتدلع ونلعب وكلا وقال له أفر فقال له رحيتكم لاحب باكت لزوم الدلع توركي قال الشيخ أعلن خبر سعيد جداً للمملكة العربية السعودية إصدار ترخيص للمقاهي إنه يبقى فيها غنى ودلعو وكذا ما أنت عارف رح نسمح إن شاء الله هذا قطاع مهم إصدار ترخيص للعروض الحية لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة العربية السعودية إن شاء الله اعتباراً من اليوم هيئة الترفيئة الآن بابها مفتوح لاستقبال العروض الحية للمقاهي والمطاعم والعزف الموسيقي والعروض الغنائية والكوميديا وحركات خفة اليد والأولولية دائماً للسعودي والسعودية دلع ثم دلع ثم دلع دلع بقى غنى ورأس توركي قال الشيخ قالك عايزين نعمل كده عايزين نعمل كده زي مين يا توركي يعني عايز تدلع زي مين قالك زي حبيبتنا مصر بحر المطاعم العائمة يمكن أنا شوي ستايل تعرفوني أحب مصر فهذا يمكن شيء له دخل شوي في مصر راح نساهم مع أخوي الدكتور ماجد القصبي ووزارة العمل إن شاء الله وأمارات المناطق في الرياض وفي جدة لاستهداف أننا رجال الأعمال وسيدات الأعمال إن شاء الله للاستثمار بإحضار مراكب عائمة وكروز في هذه المنطقتين تتحرك من مكان لمكان مطاعم يعني زي اللي نشوفها في مصر ونشوفها في دبي إن شاء الله إن شاء الله قاله خير ما اخترت يا زينة يعني المثل والقدوة يلا ومع ذكر مصر كان لازم يحضر مندوب التعريض السامي الإعلامي المصري وعمود خيمته اللي كان مبهور 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 شيء مبهر ويمكن فيه دول كتير في المنطقة تستشعر الآن حرارة المنافسة المنافسة قوية جدا والمملكة العربية السعودية تدخل في منافسة هامة وكثير من دول المنطقة اللي ليه علاقة بالترفيه يجب أن تكون مستعدة هذا العام كل أصحاب الكابريهات شعروا بالقلق في مصر قال له الحالة ايه قال له في علاقة معقدة يشعر بالقلق يا جماعة عدتوا تعايروا إخواتكم المصريين تقول لهم عندكم شرع الهرم دكم شرع البتاع والملاهي ما كانش لسه بدأ حاجة ولا دلع ولا حد تتكلم في دلع ولا كان فيه مغنيين فاكر وقتلك ايه اه 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 يا خوف يا خوفي لأن ربك العدل كان فيه على ذكر ربك العدل يا رب الكون العدل اللي هو ما تتريقش على حد في حاجة لما تحصل لك يا علا هو كان شارع هيبقوا شوارح طب يا توركي بالنسبة للحاجات اللي قبل كده في المملكة قال لك لا لا دي اللي هي ايه يعني أمر معروف إنها على المنكر وبلاد الحرمين كده يعني قال لك لا أنا ما قلت لكوش قول يا عم قال لك احنا كنا مخطفين عاداتنا وتقاليدنا راح تحترم وعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحريف واضح وما فيه ما راح نجيب شيء أو حاجة يعني تخالف هذه الأشياء وكلها في موجودة في ضمن اتفاقياتنا لكن هذا احنا ثرى احنا كنا كده قبل ثلاثين واربعين سنة واختطفنا فترة لكن الحمد لله أرجعني طيب كنا مين اللي خطفكو ده سؤال برضو يعني مش عايزين يتوه مننا في ظل زحمة الهزار ونقلبها كلها هزار وفرفاشة عايزينها مين اللي خطف السعودية هل مثلا يكون من اللي ساهم في هذا الخطف جدك الشيخ محمد عبد الوهاب تركي قال الشيخ جده الشيخ محمد عبد الوهاب وصعب الاتفاقية وكده وده هل اللي حط القواعد اللي بتدور عليها السعودية تركي قال الشيخ نسبا ليه الشيخ محمد عبد الوهاب هل جدك مثلا هل احد احفاد الشيخ محمد عبد الوهاب اللي شارك في تأسيس الدولة السعودية الاولى ده سؤال مهم جدا تركي ما جاوبش عليه لكن تركي بشر الشباب بحاجة بيحبوها اوي وهو الطفحيط الحين بدل ما يشغلنا واحد ويشرب حمضيات ويبلشنا في الشوارع او واحدة صح نسيت الان عندنا كنت هنسى لان دلوقتي الحمضيات اللي بيقرفونا في الشوارع اتنين واحد او واحدة فا او واحدة كانت تتبقى كارسى كبير يا ترى الواحد او الواحدة اللي بيشربوا حمضيات وبيقرفوكم في الشوارع هيبقى ايه مجال الترفيه يعني هيدلعوا ازاي يا تركي الحين بدل ما يشغلنا واحد ويشرب حمضيات ويبلشنا في الشوارع او واحدة صح نسيت الان عندنا فكرتنا في جميع مناطق المملكة ان نتعاون مع هيئة الرياضة صاحب السمو الملك الامير عبدالعزيز من تركي واتحاد السيارات ننشئ حلبات يمارسون فيها الشباب بالجمهور هواياتهم اللي نسميها التفحيط وغيره بشروط امان بفحص طبي باتفاق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية ويروحون يمارسون هذه الهوايات والمهارات ويفكونا الغثى في الشوارع عارفين انتو التفحيط ولا مش عارفين مش عارفين يعني لو انتو مش خلاجين مش التفحيط ده اللي هو تاخد العربية تنفخ اللي جابوها اللي هو تقوم على سرعة كرة وتقوم ايه شدد الفرامل وفرامل اليد تقوم العربية حارق اربع عجلات اللي هو بتاع وغالبا العربية بتتقلم يعني في وقت كتيرة ربنا يسلم الجميع طبعا كمية الادارة بتعصى عربيات يعني كمية الفلوس انا مش عايز اتكلم خلينا نقلب للجد خلينا في المسخرة كمية الفلوس اللي بتروح بسبب التفحيط دي يعني بيصحب عليك العربيات اللي بتروح والعجل اللي يعني بيكلف جدا لان العجل زي بيكون بيتحرق تبقى ماشى على سرعة مية وستين مية وتمانين ميتين وتشد فرامل اليد وتدوس فرامل فالعربية دي تلف في سبع لفات العجلة دي بيروح منها طبقين بتاعك كزا العجل غالي وكده والعربية بقى كل حركة يعني حركة فجائية اسمها الطفحيط فقالك خلاص دي هتبقى رسمي بقى الحمد لله لكن فضلنا مستنيين لحد ما جاءت اللحظة التي انتظرها الجميع لحظة دخول السعودية لإعلان الرسمي بقى على عصر الدلع الآن طبعا سموك هتفضل عشان نبدأ نوقع عدد الاتفاقيات مع الجهات الحكومية وبيتفضل أيضا طبعا معانا معالي وزير الشؤون البلدية ما في سموك أنا مواطن ترى أنا قد سموك ايه سموك تنجعل الشيوخ خالبوس خالبوس يا ابن انا مش شيخ يا ابن احنا خلاص دقلنا حصر الدلع يعني أنا عاد انا مواطن حد يقولي مشايخ السعودية اللي حرمت الغونة والرأس وكده يا إما صمتين لمحبوسين لمقتلين لمصدر حساباتهم لإلا يعملوا زي عدل الكلباني كده إمام الحرم السابق إمام عدل الكلباني إمام عرب السامق رأي نهاية الترفيه تلبس حلة جديدة تستحق اللقوف معها عدل الكلباني سعف العدل الكلباني يا حودا سعف العدل الكلباني والأخذ بيدها يا سلام كنا زي مان دي جملة تأخذ بيدها دي لمساعدة على معروف أو نهي عن منكر دلوقتي احنا ناخد بأيديها إن شاء الله عشان تقف على أديها ورجليها أو على وسطها لتحقق المراد منها إن شاء الله مع تركيز رئيسها تركي على حرصه على المحافظة على تعليم الدين وتقاليد وعدات المجتمع وقيمه عارف إنت إيه؟ قال لهم بنات أنا أسيبكم هنا بس ترقصوا بأدب حاضر يا بابا بنات أنا أسيبكم بس تشربوا حمضيات بأدب حاضر يا بابا ونفحت بأدب كل حاجة بأدب اللي هو الله يمسي بالخير بقى أستاذ محمود محمود سعد لما قال لك الإسلام الوسط الجميل كده اللي هو الرجل بيبقى يقف في البلكونة ومراته بالقط فاكرك القصة الجميلة كنت ردت عليه من ثلاث سنين كده معهم إزاستين البيرة وبعدين ينزل يصلي الفجر اللي هو إسلام الكيوت ده اللي هو بأدب كله بأدب كل حاجة تستمر بأدب وإحنا إن شاء الله مش هنعمل حاجة من غير أدب ده عدل الكلباني إمام الحرم السابق ولا الحالي يعني هو السودس السودس يعني يعني مش فرق حالي أم سابق المهمة عدة على الحرم إمام للحرم يعني إيه يعني أضعف أضعف الإيمان إنه يستتر يسكت يسمد فيه فتنة نخرج منه كمّل عدل الكلباني شكراً تركي ولعلك تستطيع تغيير نظرة المجتمع للهيئة بفكرك الوقاد وحمستك المعهودة وطموحك الغالي العالي لرفعة الوطن الغالي يعني عالك يعني عالكلباني كان من أول اللي هو بتاع كان بيلعب الورق كان أول واحد قاعد عالتربيزة كان مخنوق برضو كان مخطوف بتشعروا إن عدل الكلباني كان مخطوف هو كمان في الحرم وبيجبروه يعمل حاجات هو ما كانش عايزة لحد ما ربنا إن شاء الله نويله مرات